اشتركوا في القناة انت زادة اللي تسمع فيا متسلمش وما تهربش نهر انتخابات نهر 17 ديسمبر امشي وصوت صوت اللي تحب علي ومتخلي حتى حد يصوت في بلاستيك ولا يحكم في بلاستيك ويقرر مصير بلادك حبنا سألكم سؤال قدش من مرة حسيتوا لي فهم شكومة سلكم ولا وصل لكم صوتكم في مجلس النواب ولا وصل لكم صوتكم حتى الاقوى سلطة مركزية في البلاد هذه اخر فرصة نعم نزلت فرصة واحدة باش توصل صوتك باش تختار الاجدر وتختار اللي وصل لك صوتك ويكون قد المستوى باش ننقضوا تونس نوصلها البر الامان برش مشاكل موجودة في مع تمديد جمال كيما في تونس الكل ما عنديش عصاصة حرية باش نبدل ولا نقل حلول كافة للمشاكل الكل اما نعودكم باش نخدم بصدق ونخدم بامانة ونوصل لصوت الزوالي المتوظف المتقاعد الكبير والصغير الشباب والبطال والمرأة الحرة من بير الطيب لله دادرة من منزل كامل للتيارة جمال وزاوية قونتش البلاد اللي عطتني قدش من عام مانيش باش نسلم فيه اني شاب من شباب تونس لا هربت ولا سلمت ولا مشيت ونحب نخدم بلادي حبيت نكون صوت جمال في مجلس النواب صوت الحقيقي الجمال البيئة على خطر جمال تستحق الناس تشمر على ذراعاتها وتبني والبناء هو مهمة الشباب بلادنا ما زالت بو ما يشبور وما زالت تنبت وتنجم تتصلح مع بعضنا نلقاوا حل غلاء المعيشة ونوفروا موطن شغل ونجيبوا مستثمرين للبلاد ونشجوا على بعث المشاريع في جميع المجالات ويزي ما حرقوا من ولاد بلادنا باش نلقاوا حل المشاكل البيئية وخاصة نربط بالتطهير ناخدوا على تطوير البنية التحتية وناخدوا باش نطوروا المستثمرات الصحية سبعين الف ساكن في موتا مديد جمال اكثر من اشترهم شباب كيفاش تحبوا ما يحرقش كيفاش تحبوا ما يتكيفش الزطلة وقت اللي انت موفرتلوش بيئة ساليما هكا علاش لازمنا ناخدوا باش نوفروا دور شباب ودور ثقافة ونودي اطفال مهيئة يخدم ويعبر فيها الشباب وهذا علاش لازمنا ندخل وناخد مزادة على البيبال في البلاد هذا هو مشروعي انا عبد قدوس ابراعم 27 سنة رئيس بلدية زاوية قونتش واصغر رئيس بلدية في الجمهورية متخرج اختصاص هندسة مدنية ونشط في المجتمع المدني اكثر من 10 سنوات اني عندي ثقة فيكم واشتصوت الاجدر رقم واحد شكرا محمد زياد المهر مترشح عن دائرة جمال الانتخابية جمال منزل كامل زاوية قونتش بير الطيب الهدادرة والطييرة مواطنات معتمدية جمال المواطنين الكرام اهلي واحبتي واصدقائي الظرف اليوم خاص وحساس ظرف اقتصادي صعيب وظرف اجتماعي مرهق وصلنا لنتيجة مفادها ان النوايا الحسنة وحدها ما تكفيش يلزم ترجمة النوايا الصادقة بجملة من القوانين والتشريعات ضرورية وجديدة لتسهيل حياة المواطن ومقاومة التعقيدات الادارية والبيروقراطية اللي كبلت الموظف وارهقت المواطن ضروري تبسيط الاجراءات ضروري زادة صياغة قوانين مالية تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعطي امتيازات لولاد البلاد التأسيس لقطب فلاحي وصناعي يكون رافض للتنمية الوطنية وخلق الإطار التشريعي الضروري لزراعات المائية والهوائية واجب تطوير البنية التحتية في ميدان الصحة وتأسيس مستشفى جمال الجهوي فما منشآت مالية تحتاجها الجهة والمعطيات الاقتصادية والجغرافية تقول اللي داير الجمال هي المكان الأمثل لإقامتها نسيج اقتصادي مهم حيث يفوق عدد المطالبين بالأداء المسجلين 7000 داير جمال بيئة خصبة ومتنوعة لاستقطاب اليد العاملة والاستثمار هذا كعلاش يلزم حلول عاجلة أيضا للمرأة العاملة والشباب العامل اللي يتقاضى سميقي عادل 140 أورو في الشهر ضروري أنه الأجر الزهيد هذا يتطور ويرتفع باش يلبي الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية للناس ويحفظ كرامة أهلنا وشبابنا نحتاج لعمل بصدق وبوضوح وتركيز باش أولادنا ينعموا بمستقبل أفضل وباش بلادنا تكون متميزة وتكون في وضع بعيد على الأخطار ونجدوا الإمكانيات الضرورية لتطوير مدارس الغد وباش الإصلاح التعليمي في المناهج والمظامين ما يقعدش مجرد شعار في كلمتين البرلمان هو مؤسسة دستورية أساسية وضرورية في البلاد باش يحافظوا على الحد الأدنى من الاستقرار الدستوري والسياسي دعوة لكل المواطنين باش يقبلوا على الانتخابات ويدليوا برأيهم ويساهموا في إنقاذ تونس وبناء مستقبل أفضل اشتركوا في القناة